بسم الله الرحمن الرحيم بيان من الشعب التونسي العظيم نحن الشعب التونسي العظيم الذي يمثل 82.6% من الشعب التونسي الرافض لبقاء قيس سعيد وبعد أن قررت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم بتاريخ 2 سبتمبر 2024 برفض قرارات المحكمة الإدارية وبعد مسلسل الإقصاء وتزوير إرادة الناخب واختصاب حرية التختيار والانتخابات للشعب التونسي قررنا كما يلي أولا المقاطعة الشعبية للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 ثانيا إعلان الحراك الشعب السلمي بنهاية منظومة قيس سعيد ثالثا دعوة المترشح العياشي زمال وزهير المغزاوي للانسحاب من السباق الانتخاب بالمزور والباطل شكلا ومضمونا رابعا دعوة الأحزاب والمنظمات الوطنية للتوحد لإسقاط قيس سعيد بتغليب المصلحة الوطنية ورفض الإقصاء الإديولوجي والفكري والحزبي بقناعة وحدة الشعب هي الحل الوحيد بنهاية قيس سعيد خامسا التنديد الشعبي والدولي بالتدخل الجزائر السافل في السيادة الوطنية والانتخابات التونسية سادسا دعوة المجتمع الدولي والمنظمات والمحاكم الدولية لتحمل المسؤولية التاريخية في تونس من اختصاب الانتخابات والتدخل الجزائري في تونس وعدم الاعتراف بشرعية وانتخابات قيس سعيد سابعا دعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع طارق حول الأوضاع في تونس والتدخل الجزائري في تونس ثامنا دعوة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد جراء مقايس سعيد في تونس وأولها انتهاك حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانتهاك المعاهدات الدولية تاسعا دعوة المحكمة الإدارية لإبطال شرعية الانتخابات بتونس عاشرا دعوة المؤسسة الأمنية والعسكرية لولائهم لتونس والشعب التونسي الرافض لقيس سعيد بأغلبية 83% عاش الشعب التونسي الأبي وعاشت وحدة الشعب التونسي الأبي أمام هذا الاحتلال وهذا السرطان وهذا العدو الغاشم للشعب التونسي منظومة قيس سعيد الذي أصبحت اليوم يعني سرطاناً وعدواً للشعب التونسي اليوم 83% وفق مركز الإحصاء الأوروبي ببروكسيل 83% من الشعب التونسي رافض لبقاء قيس سعيد ندعو أبناء شعبنا للتوحد أمام هذه المرحلة الحرجة ندعو أبناء شعبنا للتوحد والنأي عن الإقصاء والإقصاء الفكري والإديولوجي والحزبي نحن اليوم أمام حرب تحرير أمام هذا العدو الغاشم عاشت تونس عاشت المؤسسة الأسكرية والمؤسسة الأمنية كما ندعو المؤسسة الأمنية للالتزام بالعقيدة الأمنية والولاء إلا للشعب التونسي كما ندعو أبناء شعبنا للمقاطعة الرسمية للانتخابات وأبطالها شكلا ومضمونا وندعو إلى الوحدة الوطنية الشاملة بمختلف أحسابنا ومنظماتنا وأفقارنا أمام هذا العدو الغاشم كما ندعو إلى التنديد الدولي لتدخل الجزائر في الشأن التونسي عاشت تونس عاش الشعب التونسي المجد للشهداء والمجد لأبناء تونس وشهداء تونس الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته